موسيقى نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين العفو الدولية تعرب عن مخاوفها من استمرار عدم القانون في ليبيا في ظل ارتكاب انتهاكات وصفتها بالجسيمة وريس سوتش تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية حقوقية خاصة بليبيا فتح الطريق الساحلية رابط بين ورشفانة والزاوية وتكليف الكتيبة 105 مشات وغرفة عمليات المنطقة الغربية بتأمين الطريق من الجانبين السراج واكدون ليبيا دولة عبور وليست مصدرة للمهاجرين ومجموعة الاتصال حول المتوسط تقول ان ادارة ملف الهجرة مسئولية مشتركة اهلا بكم ما اعربت منظمة العفو الدولية في بيان لها عن مخاوفها من استمرار حالة عدام القانون في ليبيا في ظل ارتكاب الجماعات المسلحة لانتهاكات وصفتها بالجسيمة رغم توقيع الاتفاق السياسي واشارت المنظمة الى ما جاء في تقرير مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان من رصد الانتهاكات ارتكبتها الجماعات المسلحة منها عمليات قتل خارج القانون وممارسة التعذيب والاختطاف والاخفاء القسري وطلبت المنظمة الدول الداعمة لحكومة الوفاق الوطني ومجلس نواب ببذل المزيد من الجهد من اجل معالجة هذه الانتهاكات مشددة على ان القوات التابعة لهم ملزمة باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي كما دعت المنظمة مجلس حقوق الانسان الى النظر في استحداث منصب خبير مستقل في ليبيا لرصد الانتهاكات والابلاغ عنها ومن جانبها قالت هيومي رايتس ووتش انها توثق بقلق بالغ تدهور اوضاع حقوق الانسان في ليبيا وسط ازمة انسانية واوضحت هيومي رايتس ووتش في بيان لها ان جماعات مسلحة من جميع اطراف النزاع هاجمت المدنيين والممتلكات المدنية وعرضت العديد منهم للتعذيب والقتل غير القانوني والاختفاء والتهجير القسري واشارت هيومي رايتس ووتش الى انه برغم النداءات المتكررة فان المحكمة الجنائية الدولية لم تفتح بعد اية تحقيقات جديدة في هذه الجرائم الجارية مما يقلل من احتمالات المساءلة مطالبة الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بانشاء الية خاصة بليبيا وتقديم تقارير منتظمة الى المجلس عن حالة حقوق الانسان وعن التقدم المحرز نحو المساءلة في المستقبل وقالت الباحثة في منظمة هيومي رايتس ووتش حنان صالح ان عمليات التمثيل والشنق والقتل العلني واطلاق النار وتشويه جثث الاعداء ترقى الى مستوى جرائم الحرب واضفت صالح في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة تويتر ان الصور الواردة من جنفودة والتي تبين التمثيل بالجثث هي عمليات يحضرها القانون الليبي والقانون الدولي الى ذلك استنكر مجلس حكماء ليبيا ما حدث في بنغازي من انتهاكات ونبش للقبور وتمثيل بالجثث كما ذان عمليات قتل وحرق الاحياء والالقاء بهم في مكبات القمامة من قبل قوات عمليات الكرامة واكد المجلس ان هذه الاعمال ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية ويعاقب عليها الشرع والقانون مضيفا ان الفعل ورد الفعل واثارة الفتنة ونشر الكراهية والبغضاء بين ابناء الوطن يؤدي الى تمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد واضاف المجلس ان ترابلس عاصمة لجميع الليبيين داعيا الى خروج جميع التشكيلات المسلحة الى خارج ترابلس الكبرى واضهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من العناصر التابعين لعملية الكرامة بممارسات تمثلت في نبش القبور بقنفودة والتمثيل بجثث المقاتلين التابعين لمجلس شورى ثوار بنغازي الامر الذي استهجنه الشارع الليبي ونددت به منظمات المجتمع المدني المزيد في سياق التقريرات تالي قبل ان تطوى صفحة الممارسات التي ارتكبتها عناصر قوة عملية الكرامة من نبش للقبور وتمثيل بالجثث واستهداف للعائلات والتي لاقت استهجان اوساط عدة ظهرت مقاطع فيديو جديدة تظهر عمليات تصفية في الشوارع نفذها جنود وضباط تابعون لعملية الكرامة امير محاوري القوات الخاصة النقيب محمود الورفلي كان له الظهور الابرز في الاشراف او التنفيذ لتلك العمليات وهو يقوم هنا مجددا بتصفية ثلاثة اشخاص رميا بالرصاص في احد الشوارع الورفلي الذي اختفى بعد اصابته في تفجير استهدف موقبه في اطراف بنغازي ظهر مجددا في مقدمة عمليات النبش والتمثيل بالجثث الحادثة ليست الاولى فقد ظهر الورفلي منذ مدة في فيديو صور عملية قبض على احد المقاتلين مغطى الوجه تتم تصفيته ومن ثم توضع جثته على احدى المدرعات ويتم اخذ الصور معها وامام غياب ابسط قواعد الانضباط المتعارف عليها في اي قوة نظامية في تعامل عناصر عملية الكرامة بعد القبض على احد الاشخاص ظهر الخلاف بينهم في كيفية تنفيذ عملية الاعدام رميا بالرصاص القوة الخاصة وفي تبريرها لتلك الممارسات ذكرت انها تلتمس العذر لمقاتليها الذين لهم اخوان قتلوا على ايدي هؤلاء وقطعت اوصالهم وساقت احاديث وآيات تتيح ذلك وفق منهج احدى الفرق الدينية التي اصبحت من دعائم قوات عملية الكرامة وعلى غير العادة ونظرا لحجم الانتقادات التي صاحبت هذه الممارسات حتى من اطراف مؤيدة لعملية الكرامة طالبت قيادتها باحالة مرتكبي عمليات التمثيل بالجثث لادارة الشرطة والسجون العسكرية معتبرة ما حدث ردود فعل فردية ويرى الكثيرون ان هذه الممارسات لا تشير فقط الى المخاوف بشأن مآلات الوضع الامني في بنغازي بقدر ما تثيره من تداعيات اجتماعية تتمثل في ردة فعل المجتمع تجاهها اكد اامر كتبة جمال الغائب عثمان الامين فتح الطريق السحلية رابطي بين ورشفان والزاوية ظهر اليوم والبدأ في زالة السواتر الترابية من الجانبين واضاف الامين لقناة ليبيا لكل الاحرار ان فتح الطريق تم برعاية حكومة الوفاق الوطني ووزيري الدفاع المهد البرغثي والحكم المحلي بدات جنسو واوضح الامين انه تم تكليف الكتبة 105 مشات بتأمين الطريق من جانب ورشفان فيما تم تكليف غرفة عمليات المنطقة الغربية بتأمين الطريق من جانب الزاوية اعلن كل من التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة والمجلس البلد مصراتة ومجلس اعيان المدينة للشورى والاصلاح في بيان لهم تمسكهم بالمسار الديمقراطي ورفضهم لاستخدام السلاح وسيلة لفرض الاراء ودع البيان الى المحافظة على النسيج الاجتماعي واحترام العلاقات بين ابناء مدينة مصراتة مشيرا الى ان الحوار هو السبيل الوحيد لترصيخ دولة المؤسسات والقانون وطلب المواقعون على البيان الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه منفذي الاعتداءات على مؤسسات الدولة داعين اهالي المدينة للتعبير عن ارائهم بطرق سلمية وحضارية مقابل ما حصل في مصراتة خلال الفترة الماضية اولا التمسك التام بالمسار الديمقراطي في التداول السلمي على السلطة الذي هو اهم المكاسب التي حققتها ثورة السابع عشر من فبراير ثانيا نؤكد رفضنا التام لاستخدام السلاح لفرض الاراء وتحقيق اهداف وغايات لأي طرف كان وفي سياق متصل دعا رئيس مجلس اعيان بلدية مصراتة للشورى والاصلاح محمد عبد العالي ابناء مدينة مصراتة لنبذ العنف والفرقة والابتعاد عن الفتنة وتغليب الحكمة ولغة العقل واعرب عبد العالي في كلمة له عن انزعاجه مما وصفه بالمزايدات التي شهدتها مدينة مصراتة خلال الفترة الماضية مؤكدا رفضه لعملية الكرام انطلاقا من مبدأ رفض الدكتاتورية وحكم العسكر الذي قامت من اجله ثورة السابع عشر من فبراير واضاف عبد العالي انه لا بد ان يكون لمدينة مصراتة وجميع مدن ليبيا وجود شرعي في طرابلس تحت مظلة الدولة وبتكليف رسمي منها اعرب حزب العدالة والبناء فرع مصراتة عن قلقه من قيام مجموعة من المحتجين بتجاوز ما وصفه بحدود حرية التعبير المكفولة دستوريا والتهجم على المجلس البلدي ومحاولة تغييره بالقوة وتكليف لجنة تسيرية معتبرا ذلك مخالفا للقوانين وخروجا عن المسار الديمقراطي واشار الحزب في بيان الله الى وجود آليات اخرى للتعبير عن عدم الرضا عن اداء المجلس البلدي وذلك من خلال الاحتجاجات والوقفات السلمية والاعتصامات او حتى المطالبة بانتخابات مبكرة دون الوجوء للقوة حذر رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم في ليبيا مارتين كوبلر من التصعيد الذي ادى الى تدهور الاوضاع الامنية في طرابلس وبنغازي ومصراتا ودعا كوبلر الى اعلاء مصلحة ليبيا ووحدتها فوق المصالح الضيقة مشددا على ان العنف وخطاب الكراهية والتنكيل بالجثث في ليبيا يعتبر امرا غير مقبول وناشد كوبلر المؤسسات الليبية الى الاسراع في تنفيذ الترتيبات الامنية التي تنص على انسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة مشددا على ان تعبئة القوات والخطاب العدائي يشكلان خطرا حقيقيا قد يؤدي الى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق في البلاد قال نائب المتحدث الرسمي باسم الامم المتحدة فرحان حق ان ما يقرب من 75% من المرافق الصحية في ليبيا لا تعمل او تعمل بشكل جزئي فقط واضاف فرحان حق بحسب مركز انباء الامم المتحدة ان استمرار القتال في ترابلس ومناطق اخرى من البلاد يعرض المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة والمرضى الى خطر مستمر معربا عن قلقه البالغ من تأثير القتال الدائر في ترابلس على المدنيين وخاصة بعد تعرض مستشفى في ترابلس لسقوط قذيفة هاون في الخامس عشر من مارس الجاري ومن جهتها دعت كل من منسقة شؤون الانسانية في ليبيا ماريا الدوبالي ومنظمة الصحة العالمية جميع الاطراف المتحاربة في ليبيا الى احترام المدنيين والمرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي اصدرت مجموعة الاتصال حول المتوسط امس الاثنين بيان نوايا لوزراء داخلية النمسا وفرنسا والمانيا وايطاليا وليبيا ومالطا وسلوفينيا وسويسرا وتونس والمفوض الاربي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في روما واشدد البيان الذي صدر عقب اجتماع المجموعة في العاصمة الايطالية روما على الحاجة الملحة للعمل المشترك على تحسين ادارة الوضع وسط المتوسط واتخاذ اجراءات فعالة تعطي الاولوية لانقاذ الارواح والحد من عمليات التهريب كما اتفق المجتمعون على ان ادارة الهجرة هي مسئولية مشتركة تتطلب اجراءات سريعة وحاسمة لتجنيب الالاف المخاطرة بحياتهم للوصول الى القارة الاوروبية واكد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط على ضرورة التركيز على الانعكاسات المحتملة على الحدود الجنوبية الليبية من اجل انقاذ الارواح في الصحراء الهجرة غير النظامية او ما يعرف بتجارة البشر عبر قوارب الموت المتهالكة ازمة اثقلت كاهل السلطات الليبية والاوروبية على حد سواء رغم جهود خفر السواحل الليبي والايطالي وعملية صوفيا البحرية مجموعة الاتصال حول المتوسط اكدت في بيانها الختمي بعد اجتماعها في روما على ضرورة العمل المشترك واتخاذ اجراءات فعالة تعطي الاولوية لانقاذ الارواح وتحد من عمليات التهريب عبر البحر المتوسط فيما اكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال كلمة القاها في مؤتمر الهجرة غير النظامية في روما ان مشكلة الهجرة تؤرق ليبيا مثل ما تؤرق الدول الاوروبية مشددا على ان ليبيا تعتبر دولة عبور للهجرة وليست مصدرة لها السراج اتفق مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني على ما تم من خطوات تنفيذية لعدد من المشاريع المشتركة بين البلدين خاصة المتعلقة بمكافحة الهجرة وتهريب الوقود عبر البحر من ليبيا الى ايطاليا المفوض الاوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افرامبولس اكد خلال اجتماع روما تخصيص 200 مليون يورو كدعم ملي لمسار وسط البحر المتوسط مشيرا الى تخصيص قرابة 90 مليون يورو لليبيا نحن نعمل بكل جهد على تحقيق ذلك وكما قال وزير الداخلية الايطالية ماركو مينيتي انه تم تخصيص 200 مليون يورو كدعم مالي لمسار وسط البحر المتوسط وسيتم تخصيص قرابة 90 مليون يورو من هذا المبلغ لليبيا في طرابلس بحث رئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة طارق شمبور مع رئيس بعثة الدعم الاوروبية الى ليبيا تاليا فيزي الية دعم الاجهزة والمصالح المختصة لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية للحد من تهريب البشر عبر المتوسط جهود محلية ودولية واقليمية لازمة طال مدها واثرت سلبا على ليبيا والدول الاوروبية وسط مخاوف من تحويل ليبيا الى دولة لتوطين المهاجرين بدلا من عبورهم الى ذلك عبر وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني محمد طهر سيالا عن رضاه حول نتائج الاجتماع الاول لفريق الاتصال حول طريق الهجرة المرة بوسط المتوسط واضف سيالا في تصريح لوكالة اكل ايطالية للانباء ان الاجتماع تمخذ عن وعود جيدة مشيرا الى اهمية ان لا يقتصر دور اوروبا على حراسة سواحلها فقط والى ضرورة التحرك عبر تدخلات تستهدف بلدان المصدر للمهاجرين غير النظاميين في قارة افريقيا لخلق تنمية وتوفير فرص عمل طلب رئيس المجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن اسويحلي في لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بيتيرو جاراسو في العاصمة الايطالية طلب السلطات الايطالية بمضاعفة جهودها لمساعدة ليبيا في بناء وتوحيد مؤسسات الدولة وتأهيل الجيش الليبي تحت قيادة السلطة المدنية وتفعيل الحرس الرئاسي والحد من انتشار المجموعات المسلحة المناوئة لسلطة الدولة الشرعية ومراقبة الحدود ومكافحة الارهاب والهجرة غير نظامية دعا اسويحلي ايطاليا والاتحاد الاوربي للمساعدة في فتح تحقيق عاجل في جرائم التمثيل بالجثث من قبل قوات عملية الكرامة في مدينة بنغازي ومن جانبه قال السفير الليبي لدى ايطاليا احمد صفار في نشرة سابقة ان بدء تفعيل منظومة التأشيرات الاوربية والايطالية عبر خدمات السفارة الايطالية في العاصمة طرابلس جاء تتويجا لجهود استئناف العلاقات الثنائية بين ليبيا وايطاليا في مختلف المجلات الاعلان حاليا الان على بدء تفعيل منظومة منح التأشيرات الاوروبية والايطالية عبر خدمات السفارة الايطالية في طرابلس جاء تتويجا للجهود الرامية ما بين ليبيا وايطاليا لاستئناف العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها المتعلقة بتفعيل الأليات المشتركة قالت المنظمة دولية للهجرة في ليبيا إنها سجلت في عام 2016 أكثر من 600 ألف نازح داخلي وما يزيد عن 400 ألف عائد في جميع أنحاء البلاد وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن عام 2016 مثل نقطة تحول في دينماكية النزوح والعودة بليبيا حيث شهد النصف الأول نزوح عدد من المدنيين في بنغازي والوحات وترابلس ومصراتة على وجه الخصوص جراء اندلاع النزاعات في 2014 وأضافت المنظمة أن عدد النزحين داخليا ارتفع بين شهرين مايو وأغسطس من العام الماضي بسبب الاشتباكات في سرط وأشارت المنظمة إلى أن غالبية النزحين قد عادوا إلى ديارهم بين سنتين 2015 و2016 في مناطق الجفرة وبنغازي والجبل الغربي والعاصمة ترابلس هذه النشرة مازالت متواصلة وفيها بعد الفاصل رغم النزوح أطفال مخيم نازحي تورغا يستقبلون عيد الأم والطفل بالغناء والرقص العفو الدولية تعرب عن مخاوفها من استمرار عدم القانون في ليبيا في ظل ارتكاب انتهاكات وصفتها بالجسيمة وريتسوتش تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية حقوقية خاصة بليبيا فتح الطريق الساحلية رابط بين ورشفانا والزاوية وتكليف الكتيبة 105 مشات وغرفة عمليات المنطقة الغربية بتأمين الطريق من الجانبين السراج وأكد أن ليبيا الدولة عبور وليست مصدرة للمهاجرين ومجموعة الاتصال حول المتوسط تقول أن إدارة ملف الهجرة مسئولية مشتركة ألم بكم مجددا حدد مصرف ليبيا المركز في طرابلس ضوابط المتعلقة بحوالات العلاج والدراسة في الخارج وأكد المصرف المركز استمرار العمل بحوالات العلاج العادية في حدود السقف المسموح بتحويله سنوية كما أفاد مصرف ليبيا المركز في طرابلس باستمرار إصدار حوالات دراسة للطلبة في الخارج بالمرحلة الجامعية الأولى والعليا في حدود السقف المسموح بتحويله سنوية يحتفل الليبيون اليوم بعيد الأم والطفل وبالمناسبة أقيمت في مخيم نازحي تورغا في منطقة الفلاح بترابلس احتفالية شارك فيها عدد من نازحي تورغا من جميع المخيمات المزيد في التقرير التالي في أجواء تطبعها الفرحة والبهجة وتدخل لها وصلات غناء ورقص أحيى أطفال تورغا النزحون عن مدينتهم عيد الطفل والأم بمخيماتهم بمدينة طرابلس بالتنسيق من المجلس المحلي تورغا ولجنة الإغاثة الإنسانية ورعاية الطفولة رسالة أطفال والمهات تورغا اليوم نحن رغم التهجير ورغم النزوح نازلنا متوازدين وقايمين ونحن عمال ليبيين خلونا نعيش في سلام خلونا نعيش في محبة بهذه الكلمات تغنى أطفال تورغا في احتفالية عيد الطفل والأم وهم يأملون أن تنتهي حالة النزوح التي يعيشونها وأن يعمل الأمن وسلام أرجاء الوطن تخلل هذه المناسبة التي أدخلت السرور والبهجة على نفوس الأطفال إسوة بغيرهم من أطفال المدن الأخرى رفعوا شعارات نعم للعودة لا للتهجير القسري للمطالبة بعودة النزحين إلى مدينتهم وصال الأطفال للروح لبلادنا بخير والسلام وصال الله يعد الله المؤمنين وصال الله الروح وسالمين بالحياة وثبتها يا الله يا حبيب يا رسول الله رغم الواقع المرير الذي تعيشه البلاد وأهل تورغا خاصة إلا أن ابتسامة الأطفال تشع أملا وتبعث حياة وتثبت أنه رغم قتامة الحاضر إلا أن المستقبل سيكون مشرقا وقبل ختام التاسعة إليكم تذكيرا بعناوينها العفو الدولية تعرب عن مخوفها من استمرار عدم القانون في ليبيا في ظل ارتكاب انتهاكات وصفتها بالجسيمة ورايتس واتش تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية حقوقية خاصة بليبيا فتح الطريق السحلي رابط بين ورشفانة والزاوية وتكليف الكتيبة 105 مشات وغرفة عمليات المنطقة الغربية بتأمين الطريق من الجانبين السراج يؤكد أن ليبيا دولة عبور وليست مصدرة للمهاجرين ومجموعة الاتصال حول المتوسط تقول أن إدارة ملف الهجرة مسؤولية مشتركة لمزيد الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا لكم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى